موسيقى هي كل طبعا ما يكون نمر واحد الإبلاغ عن مثل هذه القضايا فأسرع وقت بيبقى طبعا كويس جدا ولو يعني يعني لو حصل حمل بتبقى سهلة قوي 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 إثبات إن الشخص ده هو الإبن الطفل ده طبعا حضرتك بالبصمة الورصية اللي هي إيه الدي إني إيه أو الدالنون آلف اللي هي الحمض النووي بصمة الحمض النووي واخد بال حضرتك دي لو حصل حمل أو في وقت سريع حتى بياخده زي قضية بيل كلينتون ومونيكا بياخد عينة من السائل المنوي ويشوف الدي إني إيه بتاع الجاني والدي إني إيه بتاع السائل اللي وجد يا في مصرح الجريمة يا على الملابس يا على بنسميها إحنا الأجزاء الخاصة للضحية بخذ بال حضرتك وده بيبقى يعني بيسميه إيه قاطع conclusive يعني نوة ما حدش يقدر يقول لا وانسي دي إني إيه قال إن الحاجة دي بتتطابق مع السائل اللي إناه عند الضحية أو على الملابس أو حتى في مصرح الجريمة يعني إحنا شفنا عندنا مرة كان على الأرض وخدنا منه سكراتش واختفزنا بيه طبعا بالكونتينرز بكل الاحتياطات اللي واجب اتباعها وطلع فعلا واخدنا من الشخص اللي هو بنسميه بقى المدعى عليه في الأول فثبت فخلاص بتبقى دي مية في المية هو ده اللي عملا هي دي مشكلة القضية اليومين دول زي ما بقول لحضرتك إن هي بس من 2014 لكن للأمانة بعد يعني الفترة الطويلة دي إن ما كانتش الضحية هي نفسها مثلا متفزة بأي حاجة من الضحايا مثلا حول التقاوم يعني أثار أي حاجة لكن بعد ست سنين صعب إحنا داخلين كمان على 2021 مثل الأدوية اللي بتستعمل في تخدير الحالات دي لو تسمحي وأنا أقولك بيستعملوا حاجات يعني معظمها يعني عارفينها اللي هو زي حاجة اسمها البنزوديزيبين اللي هو الفاليام الفاليام ده أظن كلنا عارفينه ده بيستعملوا كتير أو 99% من حالات الاعتداء الجنسي اللي هو بيستعملوا الريب بيستعملوا البنزوديزيبين إيش معنى اللي هو المادة دي يعني أو الفاليام؟ أولا هو ما بيأثرش على الجهاز العصبي التنفسي الجهاز العصبي المركزي ولا إيه؟ ولا يعني إيه بيسبب اختناء أو بيسبب تثبيت لمراكز التنفس؟ هو فعلا بيعمل زي شبه إيه؟ غيبوبة خفيفة جدا جدا درجتها بنسميها حتى درجة زيرو الغيبوبة درجة زيرو واحدين ثلاثة أربعة لأ ده بيسبب درجة زيرو لكن اللي خد أو تحت تأثير هذه المادة بيبقى مش مركز هو بالزبط بيحصل له إيه؟ وإحنا في الطب برضو ممكن نستعملها في حالات بسيطة فتح خراج سوري طهار الطفل صغير كده يعني فدي بس دي برضو مشكلتها أنك عشان تكشف عنها ما بتقعدش في جسم الضحية أو يعني الإنسان عموما أكتر من ثلاثة لخمس سنة في بعضهم بقى بيستعمل وده كتير قوي قوي بقى دلوقتي لأنه سهل وموجود اللي هو الترامدول أو الترامال الترامدول برضو والترامال ده برضو إيه؟ بيقلل الشعور بالألم معه إن البني آدم تجي له شوية يعني إيه بنسميه إحنا إيه؟ تحس حضرتك أنه عنده حالة فرح كده غريبة إيوفورية وشوية هلوزها على خفيفة لكن برضو مشكلة الترامدول أو الترامال ممكن برضو مقدرش يعني أكشف عنه في جسم الإنسان والطفل هو كبير صغير سيدة رجل مسن أكتر من خمس سيال نيجي بقى اللي هما كانوا الفودو والستروكس بيستعملوا بالذات الفودو وأكتر الاستروكس بقى بيخافوا منه لأنه بيموت بصورة الفودو انت عارف نوع من مشتقات الحشيش المخلقة بس للأسف لغاية دلوقتي ما عندناش في مصر أي حاجة تقدر تكشف عن وجود الجودة هي بفضلنا اللي هو بقى الأصل وبرضو بيستعملوا اللي هو الحشيش الحشيش لو أول مرة برضو مقدرش أشوفه في جسم بني آدم أكتر من 72 ساعة لكن لو هو قردي متعود عليه ده أنا ممكن أشوفه وبرضو أيام لغاية مثلا 40 يوم هي دي كل الأدوية اللي ممكن تستعمل كتأثر على الوعي في حالات الاختصار لو لقى يعني بنسميه احنا مسح مسح لأدوية المخدرات اللي أنا قلتلك عليها دول اللي هو الحشيش والترامدول والبنزو وساعات الأفيون كمان بس الأفيون ما بقاش مشهور قوي 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 دلوقتي مش مش مشهور يعني الترامدول بنقول عليه خد الأبرهند يعني خد اليد العليا عن الأفيون طبعا بخد بال حضرتك لكن لو هم لقوا مثلا في دمهم حنقول حشيش أو طامدولي مافتكرش هم دول هياخدوا الفاليان ده شهور ان هم خلاص هم مبمنين على الحاجة دي وبذات الحشيش الحشيش بيعوا بفترة طويلة زي ما قلتو حالك 40 يوم وأنا قريت النهاردة بالذات ان هم اعتادوا ان هم بيشربوا الحاجات دي فدي هتبقى زريعة ان هم دول ناس مدمنين والمدمن ممكن يعني لأي حاجة اشتركوا في القناة موسيقى